سبعة ملايين طفل يمنيين يذهبون إلى النوم وهم جوعة هذا آخر رقم توصلت إليه الأمم المتحدة وهي تحصي مأساة ما حل باليمن وقد أعلن هذا المدير الأقليمي لليدسف في منطقة الشرق الأوسط خيرت كابلاري وأراد من خلاله إيصال رسالة إلى مشاورات السويد لكن الأرقام وإن كانت مخيفة فهناك من لا يهتم ويواصل الحرب وإطلاق المدافع نحو منازل الجوع النائمين ليرسلهم إلى الخيام والصحاري زار كابلاري عدن وقبلها كان في صنعاء وجميعها تعيش في ظروف قاسية وأطفالها لا يجدون ما يتناولوه غير القليل مما تجود به منظمات تنشد المتحاربين الاتفاق حول آلية لوصول الطعام وجعله ممكنا ومتاحا للأطفال الذين قالت الأمم المتحدة أن لكل واحد منهم قصة وعائلة وأصدقاء تذهب هيئات الأمم المتحدة إلى استخدام لغة عاطفية تثير بها شفقة العالم لكنها مهما استخدمت من الكلمات فلن تثير غير غبار أقدام المتقاتلين وأدخنة بنادقهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر